بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد أمين المسيح إلهنا إله رؤوف وحنان في العهد الأديم داود النبي كان بيصرخ ويقول يتحنن الله علينا ويبركنا ينر وجهه علينا كان فيه بروح النبوة هذا النداء نداود كان بيدعو أن شخص المسيح إلهنا يروي كل نفس عطشانة وكل نفس تحتاج إلى الشعور بالأمان والشعور بالحنان والحقيقة الشعور بالأمان والحنان ده شعور موجود في كل نفس بشرية وبيبتدي مع الإنسان منذ طفولته الأولى بيدور على هذا الشعور في أمه وفي والده ولحد ما بيكبر الإنسان أيضا بيظل هذا الشعور موجود في كيانه وفي داخله لكن في كبره بيحتاج الإنسان إلى نوع آخر من الأمان ونوع آخر من العطف والحنان لا يجد له شبع ولا يجد له ملء إلا في شخص المسيح إلهنا القدوس كتير قوي بيخطئوا الطريق ويدوروا على هذا الشعور في أماكن مختلفة وفي ظروف مختلفة ومن نفسيات مختلفة لكنها كلها محاولات خطئة يعني لا تجبع ولا تروي وبالعكس ممكن تزيد الشعور بالخوف وبالألأ عند الإنسان النبع الحقيقي للحنان يشبع الإنسان هو شخص الرب يسوع المسيح إلهنا اللي هو اتجسد وخذ جسد من أجلنا عشان يبقى قريب مننا ويعطينا هذا الشعور كشان كده معلمنا بولس الرسول يقول فرسادة العبرانيين من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيسك أنا أمينا فيما لله وحقيقي فعلا المسيح بتجسده أصبح قريب جدا من الإنسان حتى أنه بالنبوة أيضا أشياء النبي يقول لأنه في كل ضيقة هم تضايق يعني بيشعر بضيء كل إنسان وملك حضراته خلصهم والسيد المسيح للمجد في مواقف كثيرة جدا لما كان معنا على الأرض في حياته الجسد ظهرت منه مواقف كثيرة جدا كانت بتعبر عن قلبه الرهيف الحنون العطوف على الإنسان تحدث عنها الإنجيل في أماكن كثيرة جدا ولما يذكر عن السيد المسيح للمجد أنه لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لراعي لها حدثة أخرى لما هيرودس قطع رأس يحنى المعمدان وحصل إنزعاج في الجمهور من الشعب والأسوع نفسه لما عرف بالخبر قال انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا والشعب بقى المنزعج المنطرح من الخوف دوروا على السيد المسيح ودنتهم يقولوا المدن يبحثوا عنه لحد ما وجدوه وبعدين لما قبلهم السيد المسيح يذكر الكتاب المقدس عنه ولما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم صورة رقيقة جميلة لشخص يسوع الحنون لما يلاقي ناس مرعبين ومخطوضين يخرج يقابلهم يرحب بيهم ولو حد محتاج لمعونة وقوة شفاء يمدي ايده بالشفاء ويمنحهم الشفاء وقلب يسوع الحنون ده على البشر ما كسب كبير جدا جدا للبشرية ليه لأنه بيجلب حنان الله الآب على الإنسان يعني تحنن الله على البشر بيخلي قلب القلب الآب أيضا وهو أبو الكل وسيد الكل لما يجد الإبن قلبه متحنن على البشر هو أيضا يتحنن وتأتي مرحب الله على البشرية كلها كثيرين من الناس المنبوزين لأسباب كتيرة يعني بسبب أنهم مثلا أضعف من غيرهم أو أقل شأنا من غيرهم ولا قيمة لهم عند البشر الآخرين لكن بيبقى ليهم قيمة في عينين السيد المسيح للمجد والكتابة المقدس ذكر أيضا قصة اتنين من البشر عميان وجالسين على الطريق بينتظروا رحمة ربنا وعطف الناس من اللي هم معديين في الطريق ولما شافوا المسيح معدي ابتدوا يصرخوا ويطلبوا رحمته وحنانه ولكن الناس الوقفة الحاضرين يعني انتقدوهم كانوا عمليين يصرخوا يا سيد يا ابن داود رحمنا فالناس انتقدتهم وصرخت فيهم انتوا مين انتوا يعني ايه شأنوكو او يعني ايه وضعوكو انتوا ناس شحتين غلاب قاعدين مرميين على في الشارع كده مستنين اي حد يتصدق عليكم بتزعجوا الموقف وموقف السيد المسيح بتملقوه بالضجيج وبالصخاب ليه كده وابتدوا ينتقدوهم ويقول فانتهرهما الجميع يعني جمع ليسكتوا فكانوا بيصرخوا اكتر يا سيد يا ابن داود رحمنا لقوا الاحتقار والنبز والرفض من الجموع ولكن السيد المسيح نفسه وقف وتحنن عليهم وعطف عليهم وأشفق عليهم ومنحهم البصر وشفى ضعفهم وعادوا اقوياء اصحاء مرة اخرى لم يحتمل قلبه نداءهم وطلبهم للرحمة والتفت اليهم وجبر خطيرهم وما كسفهم شي رغم ان الناس كلها احتقرتهم موقف اخر من موقف السيد المسيح المملوء بالحنان وبالحب وبالرحمة الشفاء الابرس كان في هذا العصر كان الابرس يعد كده منزوي في الطريق وكان كلما حد يمر جنبه هو نفسه يصرخ يقول ابرس ابرس فكان الناس تتحاشى انها تلمسه او تقترب منه لانه كان يعتبر نجاسا في الوقت ده ايام في عند اليهود يعني مر السيد المسيح ولكنه لم يكن انسانا عاديا بل هو الاله الرؤوف المتحنن وشعر هذا الابرس بقوة عجيبة في شخص السيد المسيح وجسمه اشعر وابتدى يحس انه ممكن ياخد قوة من شخص السيد المسيح فاتى اليه الابرس يطلب اليه جاثيا وقال له ان اردت تقدر ان تطهرني شوف قوة الايمان الرجل ده كان عنده ايمان غير عادي في شخص السيد المسيح جاثيا يعني ساجدا يعني جي خاضع كده وساجد في الارض وبيقول له يعني يا رب انا اشعر انك انت تقدر تعمل اللي محدش تاني ممكن انه هو يعمله انت اللي تقدر انك انت تخلصني وهنا تحركت مشاعر السيد المسيح بالحب والحنان فمد اليه يده السيد المسيح وقال له اريده فاتهر ولمسوه فاللي كان مفروض انه هو ينقله البرس بالعكس المسيح نقال له الشفاء ولم ينفر منه ولم يحتقره وهكذا السيد المسيح يعطي حب ورحمة وحنان لكل نفس واي نفس تتألم او تحزن لفراق احد الاحباء او تشعر بعجز او بضعف او بتطلب معونة وتبكي بدموع وتنسال الدموع من عينيها يقول سفر النشيد كده يقول لها السيد المسيح حولي عني عينيكي فانهما قد غلبتاني يعني زي ما يكون المسيح بيطبطب على نفسه ويقول لها ما تبكيش ما تعيطيش يعني دموعك دي غلبتني وحننت قلبي واستدرت عطفي عليك وشوفنا نموذج لهذا التأمل في موقف عظيم جدا من اعظم الموقف في حياة السيد المسيح لما دخل قرية نيين قرية صغيرة اسمها نيين وكان معا مجموعة كبيرة من تلميثه ولما اقترب من باب المدينة اذا ميت محمول هو ابن وحيد لامه وهي ارملة ومعها جمع كثير من المدينة لما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي يعني طبعا اكيد رواح المسيح القرية دي ما كانش صدفة لانها معزولة كده على جنب اللي يروح لها لازم يروح لها مخصوص يعني ولكن تحنن عليها الرب لما شاف هذه الارملة يقول وتقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك اقول قم فجلس الميت وابتدى يتكلم فدفعه الى امه موقف عظيم جدا الاهنى الرؤوف الحنان اللي اعاد المفقود الى امه عشان ما تبكيش وغلب الموت فهو القيامة وهو الحياة وقهر الموت فهذا هو يسوع الحاضر في كل مكان وفي كل زمان لما بيلاقي حد بيبكي ويتألم بيروح يقف جنبه ويرفع عنه الحزن والبكاء والألم ويعيد الحياة وما يرتحش ابدا الا لما تدب الحياة مرة اخرى في نفس هذا الميت المحمول هو مستعد دايما انه يفعل كل شيء من اجل خلاصنا ويغضقنا بالمراحم وبالحنان وبالعطف وبالحب يتبارك الله في الكنيسة للهنا المكد والكرام الى الابد امين